اهلا وسهلا بحضراتكم عزائي المشاهدين مرة اخرى الحقيقة انا حابب ان انا يعني اشكر حضراتكم شكرا جزيلا على ما حدث في حلقة اول امبارح الحقيقة حلقة مستر مانويل جوزي الحقيقة جلنا عليها ردود افعال كثيرة جدا وكبيرة جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم اسئلة كثيرة جدا على قد ما بقدر والاول مرة الحقيقة عملنا حاجة وان شاء الله نتبعها خلال الفترة القادمة وحنتبع جزء جبير من الحلقة حيكون بتاع حضراتكم مش حيكون بتاعنا احنا حنقول لكم الاخبار والاسرار اللي عندنا لكن دايما الضيف حنحاول من خلال اسئلة الجمهور من خلال المصر اليوم او من خلال صفحتنا على الفيسبوك الحقيقة ناخد كل الاسئلة المتاحة امامنا باسماء الجمهور يعني دي حاجة مش احنا اللي بنعملها دي حاجة بتجيلنا سواء على موقع المصر اليوم او على صفحتنا الخاصة هنا في البرنامج مشكركم شكرا جزيلا على هذا التفاعل الكبير جدا جدا وعلى ردود الافعال الكثيرة والمحترى ما سواء عدد كبير من اللاعبين لعب النادي الاهلي كلمني عدد كبير من الجمهور كلمني بعد الحلقة شكرا جزيلا لحضراتكم ان شاء الله دايما يبقى البرنامج على هذا المستوى ولان هذا البرنامج الحقيقة دائما ما يكون متابع لكل الاخبار عندي النهاردة حلقة مهمة جدا 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 حلقة نائب رئيس ناريزة مالك المستشار احمد جلال ابراهيم هذا الرجل رجل محترم بمعنى الكلمة وهو قادي جليل يعني لما بينطأ بكلمة او بيتكلم هو عارف بيقوليه بالضبط وبالتالي هتكون حلقة مهمة جدا 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 لان فيها اسرار وكواليس كثيرة من خلال او من داخل نادي الزمالك يمكن المستشار مرتضى او مجلس الادارة معرفش عارفينها ولا مش عارفينها ولكن احنا عرفناها وانا الكلام اللي هقوله دلوقتي هتحدى به اي حد اي حد في نادي الزمالك يكلمني يعني اي حد طبعا بيكذب او بيقول ان هذا الكلام مش صحيح عندي استعراض ان انا افتح التليفون ومعنديش اي مشكلة مع اي حد لان انا عندي كلام خطير كلام خطير وكلام مهم في نفس الوقت كلام خطير وكلام مهم في نفس الوقت طبعا حسأل المستشار احمد مرتضى منصور لان هذا الرجل له دور كبير جدا 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 في نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور ويمكن هو المستشار احمد جلال واحد من الناس اللي زي ما قلت لحضراتكم عندما يتكلم دائما يتكلم يعني بيتكلم في الوقت المناسب وبالكلمات المناسبة لما يحدث وبالتالي انا الحقيقة كنت اتفقت الاستاذ ياسر اتفق مع المستشار احمد جلال قبل مباراة الزمالك او ما حدث في مباراة الزمالك امس والحقيقة يعني كلنا تخيلنا ان المستشار احمد حيعتذر عن ان هو هيجي ولكن هذا الرجل محترم بمعنى الكلمة قال لا انا بالعكس انا هطلع واتكلم مع الناس واقول لجمهور الزمالك ايه 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 اللي بيحصل وماذا يحدث واي اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية لانه في النهاية دوره كنائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مهم جدا وكمحب سيبك بقى من ان هو طبعا قادي جليل ورجل كبير وله وقيمة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة لجمهور نادي الزمالك كله ولكن ايضا كمحب وعاشق لنادي الزمالك هنسأله عن اللي بيحصل وهل عجبه شكله سيبك من انسيو سيبك من مجلس الادارة انا دايما كده سيبك من كل حاجة الحداشة اللعيب اللي بيلعبه دول الحداشة اللعيب اللي بيلعبه في الملعب دول عارفين ان هم اتشارت اللي هم لابسينها دي اتشارت نادي الزمالك ولا لا عارفين ادي ايه نادي الزمالك ده نادي كبير ولا لا حاجة غريبة جدا 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 المنظر انا مش عايزة بقى قاسي في كلامي الحقيقة لان المنظر اللي انا شفته انا عدت فرجت على المباراة كاملة وكنت الوحدي ما كنتش معايا الولاد فكنت قابة فرج على المباراة كاملة الحقيقة استفزني عدد كبير جدا من اللعيب استفزني استفزني يعني ايه جماعة ده انا يعني كنت عايزة لو انا زمالكاوي يعني انا اهلاوي طبعا وانا بقى اتشرف بكده ولكن لما نادي الزمالك بيلعب انا نفسي اشوف النهائي اهلي وزمالك نفسي اشوف النهائي بطولة الافريقية اهلي الزمالك هل ده ممكن يحصل ممكن جدا جدا يحصل ممكن جدا جدا يحصل بعد ما يحصل بعض الاجراءات اللي هنتكلم فيها الحقيقة بسشار مرتضى رئيس نادي الزمالك مشي من القاهرة النهاردة الصبح راح مرينة ومن المقرر ان فريق كرة القدم لنادي الزمالك هيروح ان شاء الله وحيلحق بالمستشار مرتضى يوم الثلاثة عقب وصولهم الى القاهرة عقب العودة من زنبابوي على طول هيروحوا على هناك هناك مجموعة من القرارات الاصلاحية هيعلنها المستشار مرتضى في حضور الجميع ولا احد يعرف ما يدور في رأسه محدش عارف ايه اللي هيصل ولكن الحديث اللي انا او الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هو كلام مش عادي ممكن المستشار مرتضى نفسه ما يكونش عارفه وانا من خلال البرنامج هنا بقوله وبطرحه لانه قضية مهمة جدا قبل بس ما اتكلم في الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه هقولوك على حاجتين او حاجة مهمة جدا ان الوكيل اسمه العاصي او عاصي اللي جاب اناسيو هو وكيل مصطفى فتحي او انا اسف احمد رفعت وشيكابالا هو وكيل الاتنين اللي عيبة دول وكيل احمد رفعت وشيكابالا المعلومات اللي جاتلي من البرتغال ودي حاجة برضو مهمة جدا جدا عايز اقولها لحضراتكو هو رأي صديق عزيز علي جدا 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 يعني في البرتغال بيقولو ان هو رجل خبير بيسموه الرجل الخبير في البرتغال قال ان مستر اناسيو يعني مدرب كويس وكل حاجة ولكنه متوسط فنيا متوسط فنيا لو تلاحظوا انا خلال الفترات اللي فاتت بالكامل كنت بقول لحضراتكو ايه ان انا لن احكم على اناسيو قبل حتى اجازة رمضان كنت بقولوكو ايه كنت بقولوكو ان انا لن احكم على اناسيو علشان انا معرفش اناسيو لما شوف الملعب لما شوف الملعب انا كراجل فني شوية واقدر اتكلم في الفنيات اقدر اقول فالحقيقة انا برضو استعنت باحد الخبر وزي ما قلتلكم سألته وبرضو يعني واضح جدا ان هذا الرجل بيحب بيكره يعني بيجامل مش عارف انا في حاجة مش مصبوطة انا مش فهمها ومش عارفها لان نادي الزمالك يستحق اكثر من كده نادي الزمالك يستحق افضل من كده نادي الزمالك عنده لعيبة احسن من اللي موجود يعني حتى الاسماء اللي موجودة الاسماء اللي موجودة اسماء كبيرة جدا ولكن انا متأكد ان هذا الرجل بيحب وبيكره لان فيه لعيبة المفروض تلعب ما بتلعبش وفيه لعيبة المفروض انها ما تلعبش وبتلعب مستوها كويس مستوها وحش مستوها نص نص بتلعب وبتلعب اساسي انا اقصد بتلعب يعني بتلعب اساسي او بتبدأ من بداية المباراة اذا كان من الممكن ان انت عايز تجامل حد اخي يعني لقوا من الممكن انت تجامل حد على حساب نادي الزمالك يعني ممكن تجامل ربع ساعة خمس دقايق عشر دقايق ولكن لا يمكن ان تجامل لاعب انت تلعبوا 90 دقيقة يعني حاجة غريبة جدا واسلوب غريب جدا وانا قلت طوال 3-4 شهر منذ قدوم إيناسيو ولما حد بيسألني ايه رأيك في إيناسيو يقولوا ما جماعة انا مش حاضر اقولوكو دلوقتي عشان جمهور نادي زمالك ماقولكش ايه اصلا انت اهلاوي اصلا انت بتحب مش عارف ايه لا خالص انا عارف الكلام ده ويعني عموما خليني بس اكمل لحضراتكم ايه اللي بيحصل الحقيقة مثلا واضح جدا 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 في تعامل إيناسيو مع ايمن حفني ايمن حفني من المعروف انه وانا واحد من الناس اللي دايما ببقى قاسي عليه برضو في انتقادي ولكن من الممكن نقول انه تمارض شوية يعمل شوية ولكن ايمن حفني مهم جدا وجوده في الفريق مهم جدا جدا وجوده في فريق ايمن حفني لعب ازاي المطش اللي فات لعب ازاي حد يقول لي لعب ازاي المطش اللي فات هو مين اللي دخلوا الـ 18 معرفش المفروض انه هو الموديل الفني يعني وبعدين اللي انا فهمه اللي انا فهمه او اللي انا عرفته ومعرفش بقى يعني احنا حاول نسأل برضو مصدر شوية رحمة الجلال على هذا الموضوع انه هو تم تخييره بانه هو ياما يستقيل ياما يدخل ايمن حفني في الـ 18 في المباراة اللي فاتت اللي هي المباراة اللي هزن فيها مباراة المأساة انا هسميها مباراة المأساة وبرضو كل ما ارجع هلف وادور هتلقوني بلف وادور كتير وارجع وقول لكم ايه سيبكم من اناسيو سيبكم من مجلس الادارة سيبكم من كل حاجة هو اللعبة الحداشر اللي بيلعبه في الملعب دول عارفين انه وراهم ناس بتحبهم عارفين انه وراهم ناس حواريكم التقارير اللي احنا عاملينها وانا قصدت ان انا عامل التقارير دي عشان كده الناس هتموت نفسها عندنا لعيبة يعني يقولولي كده يقولولي احنا نادي الزمالك عنده لعيبة على ورق اسماء بس على ورق مش مجرد مش اسماء كبيرة اسماء على ورق بس فالحقيقة زي ما قلتلكم هو واضح جدا ان هو بيحب وبيكره وموضوع عامل حفني ومصطفى فتح ودونجة الفلاسي ده تحديدا اعتقد ان هو ده يعني واضح جدا اناسيو وكيله بيدعى عاصي وهو نفس يدعى عاصي انا اسف وهو اسمه يعني عاصي وهو نفس وكيل شكبالة واحمد رفعل الحقيقة المعلومات اللي جات لي معلومات خطيرة جدا 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 ان اناسيو قبل كل مباراة كان بيجتمع بشكبالة واحمد رفعت في وجود وكيله هو ده كلام يا جماعة هل ده ممكن يحصل في نادي كبير زي نادي الزمالك واللي مش مصدقني يسأل من ورايا البرنامج ده دايما الحمد لله يعني بيحاول يحافظ على كل حاجة وانا عارف ان فيه ناس ما اسئولين في الزمالك هتزعل مني من هذا الكلام ولكن انا بقوله وعلى المسئولين ان هما يتحققوا من هذا الكلام اذا الكلام ده طلع غلط يا عما انا هطلع تأسف واعتذر لكل الناس انا متأكد ان هو كلام مصبوط 100% 100% وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم كده يعني هل من الممكن ان ده يحصل شوفوا بقى مين اللي بيحطوا التشكيل ومين اللي بيكمل ومين اللي بي مش بيحطش كده يعني مين اللي بيسأل في فلان ايه رأيك فيه يريحك ما يريحكش كلام كده ممكن احنا كلعيبة كرة نفهمه كتير طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص وبرضه حاجة من الحاجات اللي مخليها نيعود افكر كتير هو اناسيو ملوش مساعدين هو انا قاسف يعني كابتن خالد جلال فين كابتن علاء عبدالغاني فين على فكرة انا كنت من اوائل الناس اللي بتطالب بوجود علاء عبدالغاني وكابتن علاء عبدالغاني وكابتن خالد جلال في الجهاز الفني لنادي الزمالك هم موجودين فين حد عارف هل ليهم دوروا ولا ملهمش دوروا هل قالوا ولا ما قالوش عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه عارفينه ولا مش عارفينه الحقيقة انا يعني فيه كلام كتير جدا نقدر اقوله اكتر من اللي انا بقوله دو لكن انا هكتفي بهذا الكلام حتى حتى يعني ما شوف اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية ولكن يعني انا برضو ما اصدتش اقول او انا قاصد انا اسف ان انا ما جيبش سيرة الكابتن اسماعيل يوسف عارفين ليه؟ لان الكابتن اسماعيل يوسف خلال الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين شايل ايده تماما من الفريق وعارفين ايه اللي بيحصل وما يعرفش تقريبا كل اللي بيحصل في الفريق لانه ما كانش موجود لان ده مش موجود في مكان او يعرفوا بيحاول يصلى معرفش يعني بيحاول محركش نفسه مثلا مش عارفين الحقيقة الدنيا ماشي ازاي ولكن التجارب اثبتت خلال الفترة الاخيرة ان وجود الكابتن اسماعيل يوسف مهم جدا لما كان حطت ايده يعني انا دي حاجة انا بقولها كشخص مجلس الادارة له مطلق الحرية في ان هو يقول اللي هو عايزه وياخد القرارات اللي هو عايزها انا من وجهة نظري ان كل الطرق بتقال الى حير اناسيو من نادي الزمالك وانا برضو عندي معلومة ان الكابتن محمد صلاح سيكون متواجدا مع اناسيو خلال المباراتين القدمتين سواء مرات الاتحاد السكنداري او اهل ترابلس هو العقود المباراتين سواء برضا او رفض الجهاز الفني وانا عارف برضو ان في مفاوضات مع كابتن اهاب جلال ويعني ممكن في خلال شوية كده نقول لكم ايه اللي حيحصل في هذا الموضوع طيب بما اننا بنتكلم عن هذا الموضوع انا عايزة اوري حضراتكم رأي الجمهور رأي الجمهور الجمهور اللي بيحب نادي الزمالك جمهور الحقيقي اللي بيحب نادي الزمالك رأيه ايه وبيفكروا زي انا حقول لكم او حوري لحضراتكم هذا الموضوع لكن خلوني اقرأ بس بعض الاخبار علشان استقبل المستشار احمد جلال ابراهيم اللي اعتقد انه هيكون لي كلام كتير جدا جدا النهاردة فيما يحدث داخل نادي الزمالك الزمالك يواصل استعداداته بدون راحة والتعاون بينهي اجراءات ضم مصطفى فتحي غدا مصطفى فتحي يصل غدا الثلاثاء وابد من نادي التعاون السعودي لاتمام صفقة اعارة مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك لمدد موسم ومقابل مليون وربعمائة الف دولار ووافق رئيس الزمالك المستشار مرتضى مصور على اعارة اللاعب مع وضع باندي يقضي بحقية النادي السعودي بضم اللاعب نهائيا مقابل ثلاثة مليون وستمائة الف دولار في حالة رغباتهم في شراء وبالمناسبة بما اهني باتكلم على مصطفى فتحي عايز اقول لحضراتكم ان مصطفى فتحي خلال الفترة اللي فاتت دي كان مصرر تماما على الاحتراف عشان خاطر الحاجات اللي بتحصل جوه الفرقة عشان خاطر الحاجات اللي بتحصل او الحاجات اللي انا اتكلمت عليها من داخل الفريق شوقي السعيد بيسعى مسؤوله نادي بيتروجيت الحصول على خدمات مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك شوقي السعيد طيب ايضا رحب بالنسبة لأهاب جلال رحب رئيس قلع البيضاء بالتعاقد مع اهاب جلال بعد طرح اسمه حيث طلب احمد مرتضى منصول بالتفاوض معه واقناعه بتولي المسئولية الفنية ليكون بدينا للبرتغالي وجاستو ايناسيو وينتظر رئيس نادي الزمالك وصول ايناسيو الى القاهرة من اجل الاتفاق على دفع الشرط الجزائي ارسل ايضا النادي الزمالك فاكسا رسميا للنادي المصري يطالبه بالتعاقد مع لاعب وسطه احمد كابوريا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسيعقد مسؤوله الناديين خلال الايام المقبلة جلسة التفاوض على وجود احمد كابوريا في نادي الزمالك خلال فترة اللي جاي ايضا قرر مجلس دارة نادي الزمالك بالأس المستشار مرتضى منصور رحيل الظاهير الايمن للفريق حسني فتحي في فترة الانتقالات الصيفية ما برضو من الحاجات الغريبة يعني اللي واحد مش فهمها موجود حسني فتحي باكرايت وموجود اسامة ابراهيم باكرايت وموجود احمد توفيق ممكن يلعب باكرايت اما الثلاثة دول ما لعبوش ولاعب شوق السعيد ماشي خلينا ننتقل الى مجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي يهدد بالاستقالة ويعاني من اخطاء كابتن سيد عبد الحفيز في زنبيا كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان المجلس برئاسة المهندس محمود طاهر هدد بالاستقالة في حالة فرض اللايحة الاسترشادية الخاصة بالانتخابات القادمة عليه وتمسك بموقفه في ضرورة عمل لايحة مستقلة يعتمدها من الجمعية العمومة اصدر مجلس ادارة النادي الاهلي بيان حول هذه الازمة وحضر رئيس النادي محمود طارو عماد وحيد مجلس ادارة عماد وحيد عدو مجلس ادارة النادي الاهلي جلست منقشة اللايحة الخاصة بقانون الرياضة الجديد والتي كانت في مجلس النواب النهاردة واسمعنا ان فيها اخناقات كتيرة وحاجات كتيرة حصلت من الاستاذ عماد وحيد خلال هذه الجلسة ودخل هو مرتين كلم فيهم بشكل كده لا يتناسب الحقيقة مع وجوده في مجلس الشعب ولكن واضح ان ده اصبح هو اللي بيحصل دايما خلال الفترة اللي فاتت في بيان الحقيقة كبير جدا قالوا النادي الاهلي يعني فيما معناه ان هو يرفض هذه اللقاحة الاسترشادية وعنده بعض البنود وانا عندي لقاء مهم يعني ان شاء الله هيكون يوم السابت او الاتنين القادمين هقول لحضراتكم مين وامتى وحنعمل ايه لانا عندي لقاء مهم جدا 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 ان شاء الله ان شاء الله يعني يعجب حضراتكم هيبين ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل في الجلسة دي من خلال وجود مجلس ادارة النادي الاهلي والوزير خالد عبدالعزيز وزير الشعب الرياضة ايضا رئيس مجلس او رئيس لاجنة شعب الرياضة المهندس فرج عامر معنى البيان اللي قاله النادي الاهلي ان البيان اللي هو بقولنه هو يرفض هذه اللايحة الاسترشادية وعايز لايحة النادي الاهلي عايز لايحة او عايز يعمل لايحة من مجلس الادارة ومن المختصين بهذا الموضوع ويعرضها على جمعية العمومية وجمعية العمومية هي التي توافق على هذه اللايحة ماشي ملف استفقات بالنسبة لعبدالشافي نفى مصدر داخل النادي الاهلي فكرة التفاوض مع محمد عبدالشافي الظهير الايصر لفريق اهل جدة السعودي للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بديلة للتونسي علي معلول اكد المصدر في تصريحات خاصة ان الجهاز الفني لم يطرح مطلقا هذا الامر وانا الجهاز الفني وجد ضلطه في حالة رحيل معلول في ايمن اشرف الكلام ده ناقيله لكم تقريبا من سنة او من ست سبع شهور لان انا يعني ايمن اشرف زي ما قلتلكم لو ايمن اشرف جندي الاهلي يبقى عالي معلول سوف يتم بيعه الكلام ده ناقيله من ست سبع شهور تقريبا يعني طيب بالنسبة للايضا محمد حمدي زاكي اجرق كابتن سال عبد الحفيز مدير الكورة في نادي الاهلي مكالمة تلفونية بمحمد حمدي زاكي لعب الفني الاول والمعار الى امبي وذلك لتحديد مصيره في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خرج محمد حمدي زاكي الى امبي خلال امريكاة الشتوي الماضي على سبيل الاعارة لمدة ست شهور تنتهي بنهاية الموسم الكراوي الحالي ابلغ الكابتن سال عبد الحفيز رغبة الكابتن حسام البدري بعدم عودة محمد حمدي زاكي الى الفريق مطالبا اياه بالتقدم بعرض رسمي لانتقال الى احد الاندية بداية من الموسم المقبل سواء بالاعارة او يعني محمد حمدي زاكي لن يرجع النادي الاهلي مرة اخر من جانب محمد حمدي زاكي الحقيقة محمد حمدي زاكي رفض هذا الموضوع وقال ان هو مش هيتفع فلوس لو عايزين تستغنوا عني استغنوا عني مفيش مشكلة بسامشي من غير فلوس بالنسبة لعمر ورد رفض لاعب نادي باوك اليوناني ومنتخب مصر عمر ورد العودة لناديه الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية بعد ازمته الاخيرة من معناديه الحالي تمسك ورد بالاستمرار في اوروبا كان فيه كلام كده ان عمر ورد يرجع مرة اخرى للنادي الاهلي ولكن عمر عايز يستكمل مهمته اللي بدأها في اوروبا ازارو قرر الجهاز الفني انا بقول لحضراتكم الاسم وبقول لكم الخبر دي حاجة كده جديدة بنعملها لحضراتكم ازارو قرر الجهاز الفني لنادي الاهلي بقيادة الكابتن عسام البدري وضع برنامج تأهيلي خاص للمغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الجديد لتجهيزه في المرحلة المقبلة علي معلول بقى فيه كلام كتير نقدر نقوله على علي معلول هو علي ما بين ان هو يمشي وما بين ان هو يقعد كل شوية قرار بكابتن حسام بياخد قرار بيني وبينكم وبرضه مش لاقي من يحل محل علي معلول حتى الان يعني صبر رحيل في الفترات اللي بيلعب فيها الحياة بماشي بشكل جيد جدا حسين السيد مش عارفين برضه موقفه ايه كابتن حسام البدري اعتقد حضت حسين السيد مش حطه داخل حساباته مش عارفين ايه هيحصل لكن انا قلت لحضراتكم طالما بدأ نادي الاهلي التفاوض مع ايمان اشرف مرة اخرى اذا هناك نية في بيع علي معلول محمود علاء تمسك الكابتن بالنسبة لمحمود علاء تمسك الكابتن حسام احمد حسام بيدو انا اسف المدير الفني لفريق وادي دجلة ببقاء محمود علاء على الاقل موسم اخر وعدم الموافقة على رحيله الى نادي الاهلي اخر لاعب بالنادي الاهلي بيتكلم عنه وهو هشام محمد طلب مجلس ادارة نادي المقصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام الحصول على 8 مليون جنيه في هشام كاش بالاضافة لبعض اللاعبين على سبيل الاعارة مقابل الموافقة على انتقال لاعب وسط الفريق هشام محمد في فترة الانتقالات الصيفية وكان مسؤوله النادي الاهلي عرضوا 6 مليون جنيه بالنسبة لهشام محمد دون اللاعب هتلاقوا عليهم كلام خلال هذه الفترة داخل النادي الاهلي الحمد لله على السلام يا اسماعيلي الاسماعيلي رجع يا جماعة شفتوا الاسماعيلي المطشط اللي فاتت ولا ما شفتهوش الحقيقة انا دايما بتباشر بوجود المهندس ابراهيم عثمان يعني هذا الرجل والمجلس اللي موجود معاه ناس محترمة جدا انا بكلمكم على المهندس ابراهيم لان انا يعني تعاملت معاه بصفة شخصية المهندس ابراهيم عثمان والمهندس خالد فارو والحاج اعطيته والمجموعة اللي موجودة كلها ناس محترمة جدا 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 ولا تعمل الا لمصلحة النادي الاسماعيلي ده اللي احنا اكتشفناه انا شخصيا عارف الكلام ده وبحاول اقوله دايما لحضراتكم ان الناس دي ناس بتفكرش في حاجة وملهاش دعاوا باي حاجة غير مصلحة النادي الاسماعيلي كلهم بسم الله ما شاء الله عندهم شركاتهم وعندهم وعندهم بحاولوا يساعدوا النادي الاسماعيلي الحقيقة من خلال الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده 24 انا بكلم البشواندس ابراهيم حضرتك فينا يا بشواندس يقول لنا في النادي ساعة 6 الصباح اكلمه انا رايح النادي يعني بجد عاملين شغل رائع فريق كمان لسه يعني لسه فيه كمان هتشوفوا حاجات جميلة جدا خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله ان شاء الله خلال برضو الفترة اللي جاية هقول لكم مين اللي هيدرب النادي الاسماعيلي لان دلوقتي اصبح هناك مطالب بعدما الناس شافت المستوى اللي بيظهر عليه النادي الاسماعيلي خلال المباراة الاخيرة مطالب لماذا لا يبقى ابو طالب العيسو محدش عارف الحقيقة ولكن تحية جبيرة لمجلس ادارة النادي الاسماعيلي هذا المجلس اللي اعاد للنادي الاسماعيلي هبته سواء خارج الملعب او حتى داخل الملعب في اخر 3-4-5 مباريات والسنة اللي جاية ان شاء الله هتشوفوا حاجات جديدة جدا جدا من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي وصفقات جديدة من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي اخر خبر عندي زي ما قلتلكم عشان عندي ضيف مهم جدا المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك هتكلم معاه عن ما يحدث وعن حواريكو دلوقتي جمهور نادي الزمالك قد ايه متضايق جمهور نادي الزمالك ولكن اخر خبر عندي بريزنتيشن بتفوز برعاية اتحاد كرة القدم لمدة خمس سنوات فازت شركة بريزنتيشن بمزايدة رعاية اتحاد كرة القدم بعد ان قدمت اعلى عرض خلال المزايدة التي تقدم لها التي تقدم لها معها وكالة الاهرام للإعلان ووكالة الاخبار ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم فازت بريزنتيشن بحق الرعاية مقابل 405 مليون و 500 ألف جنيه وذلك اعتبارا من نهاية موسم 2016-2017 حتى نهاية كأس العالم 2022 الحقيقة برضو بريزنتيشن شركة محترمة تستحق في بعض الحاجات اللي احنا بننتقد بننتقد فيها اداء بريزنتيشن وده طبيعي جدا ولكن بريزنتيشن شالت الكرة المصرية في فترة كانت الكرة المصرية بتعاني وبشدة من حققها ان هي تكسب اه من حققها ان هي تكسب من حققنا ان احنا ننتقدها حننتقد وحنقول ايه اللي بيحصل غلط والناس على فكرة الاستاذ محمد كامل راجل متفتح جدا وبنقعد معاه وبنتكلم معاه وبيسمع الكلام الحقيقة وبيسمع كلام معظم الاعلاميين بيشوف ايه اللي نقص وبيحاول يطوره نتمنى الف موجود طبعا لشركة بريزنتيشن ونتمنى التطوير بقى خلال الفترة اللي جاية ونشوف حاجات جميلة اكتر واكتر من كرة القدم المصرية هنطلع نشوف تقرير عن بعض كواليس ما حدث في هذه المزايدة وبعد كده هنطلع فاصل وبعد الفاصل هستقبل نائب رئيس نادي الزمالك المستشار احمد جلال ابراهيم